اليوم كان في لجنة المالية تقديم المقترح القانون التي تقدم به الفريق الشراكي المتعلق بمنع تعدد تعويضات في الهيئات التورابية والمهنية المتخابة والمؤسسات الدستورية تقدمنا بهذا المقترح الاعتبارات المتعددة وهو من ناحية استكمال النقاش لطبع الولايات السابقة المتعلق بالحالات التنفي وتعدد المسؤوليات والذي كان اقتصر في الأخير على المسألة المتعلقة بالتنفي بين رئاسة الجهة والبرنامان اليوم تعدد تعويضات يطرح واحد الإشكال ومرتبط بتخليق الحياة العامة مرتبط بالحكام الجيدة وكل لازم نتقدم به كفريق على الاعتبار على أن الحياة الحزبية والسياسية تقتضي بعض الاجتهاد على الاعتبار على أن هذه المسؤوليات هي شق منها رأها تطوعي مرتبطة بالمواطنة مرتبطة بالنظام من أجل المغرب الحرية والكرمة والتنمية اقتصادية والاجتماعية تركم هذه التعويضات في أحيانا عديدة يصبح أكبر من حجبا من الأجر نفسها وبالتالي والملاحظة كذلك على أنه أعطينا واحد المثال بسيط متعلق مثلا بنعاقات الجلسات البرنامان أحيانا نحن في النظام الداخلي من مبررات الغياب هو أن تكون عندك مهمة متيلية في نجلس الإقليمي أو في الجهة هو في الأصل الإنسان يقوم بمهمة وليس بمهام متعددة في نفس الآن وبالتالي من كل شيء يشد أو يتحصل على تعويضات في نفس الآن طرحنا هذا المقترح من أجل على أن المنتخب يختار تعويض الأنسبولة هم ترقم المسؤولية التي يتحملها ترشيدا للنفقات الأمومية ولأن الخزينة دي للدولة والميزانية العامة دي للبلاد أعتقد كل ما استطعنا على أننا نساهم في ترشيد النفقات أكيد المبالغ المتحصلة ونحن طلبنا من الحكومة أنها تمددنا بأرقام مفصلة عن حجم المبالغ المالية المرصودة للتعويضات من أجل وقوف عند الأثر التي يمكن نعكس على الواقع إذا لم يوظفها في قطاعات اجتماعية بلا دون في حاجة إليها